تمكنت مفرزة للجيش الجزائري من القضاء على إرهابيين اثنين بجبال تمولقة في ولاية الشلف غرب الجزائر بالناحية العسكرية الأولى ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية جاءت العملية إثر بحث وتمشيط بجبال تمولقة بأرصف صاف بالقطاع العسكري في ولاية الشلف غربي الجزائر بالناحية العسكرية الأولى البيان أضاف أن الأمر يتعلق بالإرهابية عبدالقادر قاشكوش المدعو أبو جعفر والإرهابي عبدالقادر خلوفي